بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هذه النقاشات والحوارات الاجتماعية التي تثار في الآونة الأخيرة والتي يراد من خلالها تغيير بعض الأحكام الشرعية علينا أن نفهم في الحقيقة المستند الحقيقي الذي تبتنى عليه كثير من الناس يعتقد أنها نقاشات فقهية من داخل المنظومة الفقهية الإسلامية والحق أنها ليست كذلك بل هي مفروضة من خارج هذه المنظومة الفقهية بعبارة أخرى عندنا مواجهة بين مرجعيتين مرجعية تنطلق من الفقه الإسلامي تنطلق من نصوص الوحي لكي تصل إلى هذه الأحكام الشرعية التي نريد تطبيقها في بلادنا ومرجعية أخرى هي مرجعية الحداثة والعلمانية هي مرجعية غربية هي مرجعية ما يسمى بالقيم الكونية والتي هي في حقيقة الأمر ليست قيما كونية وإنما هي قيم غربية أريد لها أن تسيطر على العالم كله بقوة الحديد والنار في كثير من الأحيان وبقوة الإعلام والثقافة والفن في أحيان أخرى هذه المرجعية المتجاوزة هي التي يراد من خلالها تغيير الأحكام الشرعية مع استدعاء بعض الخلافات الفقهية أو بعض الاستدلالات الفقهية فينبغي أن نفهم جيدا أن الخلاف هكذا هو ولذلك فبعض الناس الذين يتبنون هذه المرجعية الثانية لديهم الجرأة والشجاعة لكي يقولوا نعم نحن نعتقد أن هذه القيم الكونية ينبغي أن تسموا فوق كل شيء بما في ذلك الدين الإسلامي الفقه التراث إلى غير ذلك آخرون ليست عندهم هذه الجرأة ولذلك نرى أنهم في الحقيقة يعني يحاولون التلبيس ويحاولون إظهار الأمر على أنه لا يعدو أن يكون خلافا فقهيا بين اتجاهات فقهية مختلفة في طريقة فهم النص وطريقة الاستنباط منه إذا فهمنا هذا الأمر فإننا نفهم كيف أن الناس الذين يتبنون هذه المرجعية المتجاوزة الثانية لا يقبلون المس بأي قاعدة من قواعد مرجعية حقوق الإنسان ومرجعية الحداثة والعلمانية وفي المقابل عندهم سهولة ويسر تامان في محاولة تغيير الأحكام الشرعية وما يسمونه تنقيح التراث إلى غير ذلك وفي قضية الأصنام الأخيرة رأينا هذا بشكل ظاهر فرأينا من يقول لا يمكن أن نرجع إلى الأحكام الفقهية ولا إلى نصوص الوحي في قضية التماثيل وإنشاء التماثيل وجواز ذلك وعدم جواز ذلك لأن هذه أمور راجعة إلى الفن ولا ينبغي إدخال الدين في الفن فإذا عندهم مرجعية متحكمة مهيمنة ومسيطرة هي المرجعية العلمانية التي تجعل الفصل بين الدين والفن أو بين الدين والمجتمع أو بين الدين والسياسة أمرا حاكما لا يمكن إعادة النظر فيه لكن الذي يجب إعادة النظر فيه عندهم هو فقط أحكام الشريعة أحكام الفقه الكتب التراثية ما جاء في كتب التراث هذا كله ينبغي أن ينقح أن يعاد النظر فيه أما ما جاءنا من الغرب من مرجعية علمانية حداثية تنويرية سميها كما تشاء هذا لا يمكن المساس به بحال فهذه النقطة التي أود أن يفهمها الناس جيدا وأن لا يبقون أسيري هذا التصور الذي يجعل من هذه النقاشات المجتمعية هي مجرد نقاشات فقهية كالنقاشات والخلافات الفقهية التي كانت تحدث في التراث الإسلامي القديم بين الفقهاء الأمر مختلف تماما وإذا فهمت الأمر بهذه الطريقة تيسر عليك فهم طبيعة ما يثار في هذه النقاشات أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أجمعين أن نفهم دين الله عز وجل وأن نحسن تطبيقه فيما بيننا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة